ثم جولته على بعض الشخصيات التقى وزير خارجية حكومة الظل بريطانية المعارضة ديفيد لامي رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاطي وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود الرامية إلى تطبيق القرار 1701 واجتمع وزير الخارجية في حكومة الظل بريطانية مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف العمال عبدالله أبو حبيب إلى هذا التقى لامي قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزي يرافقه السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضة وتنول البحث الأوضاع العامة في البلاد وتطورات على الحدود الجنوبية